الاتحاد الأوروبي يقوم بوساطة كبيرة مع إسرائيل لوقف العدوان ووقف ما يحدث من توتر عول الأوضاع إسرائيل أبلغت المسؤول الأوروبي أنها لن توقف العدوان في هذه اللحظات حسب ما يريدنا من مصادر خاصة لقناة الغد هذا ما نقرأه الآن حيث وصلني من مصدر خاص وأيضا تريد إسرائيل أن تظهر بأنها غير مهزومة في هذا الوضع ولذلك هي ترفض أي تهدئة بالفعل إذن الوساطة حتى الآن لم تنجح فيما تعلق بوساطة الاتحاد الأوروبي الذي دخل على الخط لكن أعود إلى ما سألت عنه حول الخسائر التي تتعرض لها إسرائيل فعليا أحمد إذا ما نظرنا وعندما نشاهد صواريخ تطلق من قطاع غزة فإن القبة الحديدية تحاول التصدي وتعترض الصواريخ تكلفة كل صاروخ يطلق من القبة الحديدية يقدر بمئة وخمسين ألف دولار استعمال الصواريخ خلال ثمانية وأربعين ساعة فقط خمسين مليون دولار قدرت التكلفة وقدرت الخسائر تكلفة غارة واحدة لسلاح الجو الإسرائيلي تقدر بعشرات ألاف الدولارات وما تم بالفعل إذا ما نظرنا إلى حجم الغارات الذي تحدث عنها مراسلون في قطاع غزة فإن مئات الغارات المحاسبة العامة ونحن نتحدث معكم الآن هناك في منطقة كيسوفيم صافرات إنظار تنطلق نعود إلى ما كنا نتحدث عنه المحاسبة العامة في إسرائيل كانت تحدثت عن مبالغ وخسائر كبيرة جدا يتعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي على وجه التحديد إسرائيل دخلت في حملة عسكرية وفي مواجهة قد تصل إلى عدة أيام والخسائر ستكون مضاعفة حسب قولها في كل المجالات وهي تقدر أيضا بمليارات الدولارات ستكون بالفعل التقارير الأولية أيضا هنا تشير إلى أن ربع المصانع في محيط قطاع غزة حيث تنقف وفي كل حدود قطاع غزة في المناطق غلاف غزة تم إغلاقها بالفعل هذه المصانع هي بشكل كامل تم إغلاقها أو بشكل جزئي في مصانع أخرى الأضرار تقدر بالملايين وبسبب عدم حضور العمال تم إلحاق المزيد من الضرار في الاقتصاد الإسرائيلي حتى أن فعليا شركات الطيران الأمريكية United Airlines و Delta Airlines أيضا و American Airlines تألغت جميع الرحلات المباشرة المخططة لها بين الولايات المتحدة وإسرائيل هذا طبعا بسبب إغلاق بطار بنجريون وأيضا بسبب إغلاق المطار بالقرب من إلات بسبب قصفة الخطوط الجوية النمساوية لوفت هانز الألمانية كلها أجلت رحلاتها أيضا هذا الخسائر تتسبب بأزمة كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر